كنت عايز سألك طب ايه المتوقع من حد لسه مبتدي شغل في اول شهر اول شهرين اول ثلاث شهور ازاي يدر يسيب امباكت كويس في اول كم شهر وايه المتوقع منه هو مش انه يتصنع انه يسيب امباكت كويس انه يشوف شو المشاكل اللي عنده عشان طول عمره الامباكت يظلوا موجود يعني انت ما مش دايك تقصو دايب المشاكل اللي عنده يعني هي مش فترة خطبة تبين لخطيبتك انه انا عايز سماح لا انت فعلا انت عايز فعلا نشوف ايه اللي ماقصك عشان تبقى راجل جوكر في الشركة دي او في الويراتيم ده الجواب انه انت لازم دايما تعطي امباكت كويس وليس اول ثلاث شهور عشان حضرتك حي حي تتوظف ده حي ده حي بس لو حد عايز برضو يعني دايما بيكون مهم كده الفيرست امبريشن زي ما بيقوله ما فيش الفيرست امبريشن الفيرست امبريشن انك تكون يعني اي شركة في الدنيا دائما تقدر انا بحكي على الشركات المحترمة احسا في شركات عاطلة في شركات انا بحكي على النور موظف اول اشي البرسناليتي تبعتك مهمة الاتيتيود مهم البرسناليتي مهمة اه طبعا انت مهمة بالنسبة لك ان انت هتتعامل مع واحد شخصيته لطيفة بصرف النظر كمان على التكنيكالتي لواشر واحد في الدنيا بس انت مش عايف تتعامل معي ما اعتقدش ان انت هتبقى مستريح احنا طردنا ناس عندنا من الشركة فايرد هم لانه ما بصير انا اليوم اول اشي شوف خلينا اقول لك شغلة انت بدك تدخل في شركة الشركة انت بتقضي فيها تسع ساعات في اليوم يعني بتشوف زملائك بالشركة اكثر ما بتشوف والدك ووالدك او اكثر ما بتشوف زوجتك صح? يعني انت يعني بيئة هاي تمام? فعشان تكون الهلثي انفيرومنت اللي موجودة ما بصير يكون فيه تفاحة خربانة بين التفاحة اللي هاي يعني بتلاقي ناس مثلا تهلوية اه ناس مثلا بتسرق شغل ناس ناس بتضلها تحكي على فلان سوه هيك وسوه هيك هذول محراك المشاكل اللي بالشركات اه ناس ما بتحترم بعض اه لازم تحترم انا فيه لايف كامل اطلعته عن اه اشياء ممكن تعملها اه يتم طردك من الشركة احضروه المشكلة الوقت القصير احنا فيه بجيوز عشرين تلاتين ساعة على القناة عندي كلها انا عارف انا عارف احنا ممكن نحن نتكلم ساعات في كل الحاجات اه فالفكرة في الموضوع انك انت بدك تكون الناس تتقبلك وتحب لاخيك زي ما بتحب لنفسك يعني في الاخير انت انت داخل على شركة دك تحت غصبن عنك دك تحترم الكل والكل بدي يحترمك غصبن عنه في الشركة اه اه يعني دائما مش داخل منافسة ولا داخل حرب ولا اي حاجة تداخل تتعلم وداخل تبقى في مكان تبقى مبسوط منه وفي الاخر هدفك ان انت تسيب سمعة كويسة وتتعلم حاجة حلو وتعمل فلوس بعدين احترام النظام في الشركة مثلا دوامك على التسعة يا اخي كون تسعة الا خمسة في الشركة مثلا يعني ما تجيش دائما متأخر وتكون كيرليس وانه خلاص انا انا توظفت ما بحكولك مع السلامة خدوها قاعدة يلا تعلموا الشركة كانت قائمة قبلك وراح تظلها قائمة بعدك طب انا استقلت من شركتي انا ابو هادهود استقلت من شركتي من سنتين وهي الشركة قائمة مش محتمد علي الشركة ما بتعتمد على بني ادم لا على صغير ولا على كبير اه فانتو بتكون تسحوا لهذه الحياة ما بصير تفرض سيطاتك على الناس انت في الشركة فلان مثلا بدخن جدلا وانت بتكره التدخين هو واجبه انه ما يدخنش قدامك بالشركة او في المكتب فيما اماكن للتدخين في الشركة ما بصيرش تسوي حزازيات تفرض عليه فرض انه يبطل التدخين اخي هو ما بده يبطل التدخين كمان عارف اقول له حقيقة حاجة يعني ده ما بيقولك اللي بيشتكي ده ممكن يكون انت مثلا بتشتكي من شخص وعندك حق في الموضوع ده بس كونك ان انت تكلمت عن حد بشكل نيجتيف النيجتيفتي دي هتبقى شيتت بيك معايش انا بتكلم شوية يعني لا 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 يعني حقيقة يعني انت لما تتكلم عن حد بطريقة سلبية ماشي ممكن يكون عندك حق ان الرجل ده كعمل حاجة سلبية بس في الاخر الناس هتفتكر ان انت قلت حاجة سلبية فالموضوع سلبي ده يرتبط بيك فخليك دايما ايجابي وما تبسش السلبية في مكان عملك بالضبط وروح وروح احكي مع الشخص نفسه روح احكي مع الشخص نفسه انصحه يعني لو كنت فضى غريض القلب لن فضوا من حولك يعني في الاخير انصحه بالحسنة فيه اساليب في الدنيا ما بتفرض طريق على الواحة ومجراما لازم تنصح حتى يعني لو في حاجة مثلا تستهل النصيحة ما يشيله حاجة ما تخصكش اه ما بتخصك يعني فيه ناس يعني فيه ناس المشكلة انه بتيجي بتنصحك نصيحة وهي نفسها بتعمل نفس وممكن وحتى لو انت بتعمل وبتمانش ممكن ما تخصكش يعني واحد مثلا بيعمل حاجة ما تخصكش خلاص سيبه صح اه فيه الباوندري فيه سيركل خصوصية في كل شركة انت مش وصي على الناس وانصح بالتي هي احسان وبأسلوب مؤدرة ما رد هو حر انت ما ايلك دخل في الاخير قناعاتك قد تكون صح وقد تكون غلط انت ما ايلك دخل في الناس ما ايلك دخل في هذا كيف بتصرف ما ايلك دخل في كذا انصح من باب النصيحة اللي قلبك عليه مش انه والله خلاص ما ردش عليه معناة انا هذا عدوي هذا في ناس بتعمل البروفايل للناس هذا عدوي هذا مش عارف ايش تق تماما اذا بتوصل للمرحلة هاي لو انك مدير الشركة بيقولوا لك مع السلامة لا منك ولا لا لانه انا في الاخير فكروا فيها بالمنطق عندك صندوق تفاح كله تفاح فرش ما شاء الله عليه وعندك هالتفاحة كلفتك صح كلفتك بس هي مخمجة يعني خربانة اول اعمل مشاكل هتعمل مشاكل وترميها تفاحة بتعمل مشاكل مع التفاحات التانية ترجمة نانسي قنقر